تحسب الولايات المتحدة وبريطانيا نفسيهما على دول أصدقاء الشعب السوري إلا أن أفعالهما حتى الآن تسير معاكسة لطموحات هذا الشعب الذي ينشد الحرية والتخلص من نظام الأسد هذا ليس رأي السوريين فحسب بل هو رأي الأمريكيين أنفسهم كذلك فصحيفة واشنطن بوست على سبيل المثال أكدت أن الولايات المتحدة لم تحرك ساكنا إزاء الوضع الإنساني في سوريا منذ أن اتهم جون كيري قبل سبعة أسابيع ديكتاتور سوريا بأنه يشن حربا لتجويع شعبه ورأت الصحيفة أن سوريا ومع اشتداد فصل الشتاء سقطت في هوية السيد كيري على حد وصفها هكذا يظهر إذن جون كيري وزير الخارجية الأمريكي الذي أجاد طوال الفترة الماضية تمثيل دور الحزين المتألم على ما يعانيه السوريون إلا أنه سرعان ما يمدد معاناتهم عبر دخوله في صفقات دولية وتسويات سياسية تمد في عمر النظام آخرها كان اتفاق الكيماوي الذي ألغى بين عشية وضحاها وعود واشنطن بمعاقبة الأسد على ارتكابه لمجزرة الكيماوي ثم ها هو أي كيري يخرج الآن ليقول بأن رئيس النظام بشار الأسد يغذي ما وصفه بوحش التطرف ليظهر للعالم أنه الخيار الأفضل مقارنة بالمتشددين واتهم كيري الأسد بتأجيج الصراع الطائفي والاقتتال بين صفوف المعارضة التي كانت موحدة ولعل كيري وبلاده تسعد بمثل هكذا تشرذم في صفوف المعارضة حتى إن أظهرت رغبتها في توحيدها فالرغبة وحدها لم تكن كافية لإعطاء حصانة لهيئة الأركان لمواجهة أي خطر يحدق بها حتى وصل الأمر إلى سيطرة الجبهة الإسلامية على مقاراتها ومعبر باب الهوى الحدودي بريطانيا هي الأخرى لم تخرج كثيرا عن الخط الذي مشت عليه الولايات المتحدة في تعاملها مع الأزمة السورية جرعات من الوعود تقدم للمعارضة بشقيها السياسي والعسكري يعقبها مواقف مخيبة للآمال تسقط القناع عن بريطانيا وما وصف صحيفة الانديبندينت أون ساندي لبريطانيا عن إفلاس السياسة البريطانية تجاه سوريا إلا دليل على ذلك ويرى مراقبون أن الولايات المتحدة وبريطانيا تدحرجتا في مواقفهما من الثورة السورية من رأس الهرم إلى قاعدته فالنظام المجرم الذي لم يكن شرعيا كونه يقتل شعبه بات اليوم طرفا يدفع به للحوار مع المعارضة ليبقى السؤال هل يكون جينيف إثنان المقبل تكريسا لسياسة التخاذل التي اتبعتها هاتين الدولتين تجاه الشعب السوري على مدار الثلاث سنوات الفائتة ترجمة نانسي قنقر